وطبعا في حال حصلت دربة عسكرية ما يمكن الدربة العسكرية تكون أقل أو أقوى هناك انتفاقية عسكرية بين الروس والسيوبيا لكن أيضا هناك انتفاقية عسكرية بين روسيا ومصر كيف سيكون عليه موقف روسيا والصين في الحقيقة هذه الاتفاقيات العسكرية اتفاقيات تعاون عسكري وليست اتفاقيات دفاع مشترك كما بعد وسل الإعلام المصرية وصفتها النقطة الثانية برأي الشخصي أن اللغة الخاشنة لمندوب روسيا في الأمم المتحدة وتحديدا تركيزه على ضرورة منع أي تهديد بالقوة أو تهديد باستخدام القوة أعتقد أنها ربما قد غيرت الموضوع ووضعت الأمر العسكري بشكل صعب جدا لأن كما نعرف روسيا عدوا دائما في الأمم المتحدة النقطة الثانية ربما هذه الرسالة التي أرسلها المندوب الروسي وصلت بالطبع إلى القاهرة ومن ثم أعتقد أن الأمر سيكون صعب وإن كنت أنا بشكل أساسي أستبعد في الأساس أي ضربة عسكرية أو حل عسكري ولكن لابد من إيجاد حل تفاهم أو توافق بين هذه الدول ومن ثم روسيا بالطبع لن تقبل بهذا الحل العسكري كما أعلنت هي مباشرة وعلنية كما أن الدول الأوروبية الكبرى أيضا أعتقد أنها لن تقبل على أقل في الوقت الراهن بمثل هذه الدربة بالنسبة لنقطة أخرى أود الإشارة إليها مرتبطة بالموضوع العسكري أن روسيا كما نعلم لا علاقات قديمة مع أثيوبيا كما لا علاقات قديمة مع مصر والسودان أيضا التعاون العسكري بين موسكو وأديسة بابا قديم وليس حديثا روسيا لديها طموحات كبيرة للدخول إلى أفريقيا والتمركز في أفريقيا سواء عن طريق القواعد العسكرية أو عن طريق بيع الأسلحة أو عن طريق تحقيق مكاسب اقتصادية ومن ثم هذه الثلاثية الروسية إذا جازت تعبير في التوسع الجديد في عهد الرئيس بوتين هي التي تحكم السياسة الخارجية الروسية وستحكم بالفعل أي مشكلة طريقة أو أي مشكلة ذات بعد عسكري في موضوع السد ولكن روسيا أوضحت كما أشارنا بشكل واضح أنها ترفض الحل العسكري وهذا أعتقد أنه موقف الولايات المتحدة طبعا موقف الولايات المتحدة أيضا يأخذ هذا الموضوع